ثم لاحظ الكلام في آية 16 يقول الرب يسوع المسيح فالسؤال هل هذه الآية فيها أي دعوة لحمل السيف ألم يقول الكتاب أرسلكم كغنم فهل الغنم يعني يستطيع أن يتغلب على الذئب المفترس الكاسر فيقول كونوا حكماء يعني تصرف بحكمة وكونوا أيضا بسطاء كالحمام والحمام بيتميز بالوداعة ويتميز الحمام طبعا رمز للسلام ورمز أيضا للروح القدس فهل يوجد أي دليل في هذه الآيات تدعو أو يدعو المسيح إلى حمل السيف طبعا أنا في سبب كل شوي بسأل هذا السؤال حتى نصل للآية اللي هي بيت القصيد ولكن انتبه معي من آية 17 ولكن احذروا ولكن احذروا من الناس ليه؟ واحد لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس اتنين وفي مجامعهم يجلدونكم هل في حمل سيف هون؟ رح يسلموكم ورح يجلدوكم وتصاقون أمام ولاد وملوك من أجل شهادة شهادة لهم شهادة آسف شهادة من أجل شهادة لهم وللأمم وللأمم فما تأسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به بحسب بشارة أخرى بلوق لأن روح القدوس الروح القدس روح أبيكم هو المتكلم فيكم يعني الروح القدس هو اللي رح يعطيك الكلمات المناسبة عندما تسلم إلى المحاكم وهل هذا يحدث في هذه الأيام نعم أحبائي ما زال يحدث حتى يومنا هذا لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم لاحظ شيء آخر نمرة خمسة وسيسلم ارجع لهاي الآية مهمة جدا وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ولده ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلوهم لاحظ الأولاد رح يقوموا على الوالدين ويقتلوهم ليه لأن الوالد آمن بالمسيح والولد ما زال وثني أو بيعبد ديانات وثنية غير المسيح وتكونون مبغضين نمرة ستة تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمه ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص أعزائي لما بيتكلم عن ستة أمور شو بيحدث مع المؤمن اللي بروح يتكلم بكلمة الله في هذه المدن لاحظ شو اللي بيصير يعني مثل ما ذكرت مرة أخرى يسلمونكم إلى مجالس يجلدونكم تقفون أمام ملوك وولا شهادة يعني شهادة بيشهد وبيستشهد من أجل المسيح فمتى أسلموكم لا تهتموا لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم ثم يسلم الأخ أخاه إلى الموت لاحظ يسلم الأخ أخاه إلى الموت يعني في فترة الرمان كان في حتمية أنه الإنسان يموت فالأخ يفسد على أخوه والأب يفسد على ولده والأولاد بسبب العنف يقوموا على الوالدين ويقتلوهم وتكونون مبغضين هاي نمرة ستة من الجميع ليه مش لأي سبب من أجل اسم يسوع المسيح أبغضوني بلا سبب أبغضوني سيبغضونكم لأنه مكتوب أبغضوني بلا سبب ولكن المسيح يقول والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص يعني المؤمن رح يمر في ديقات في تجارب متنوعة رح يمر في اضطهادات رح يمر في أنواع من الديقات والقتل والحبس والسجن بسبب إيمانه ولكن اللي بيصبر هذا هو يخلص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر